المحضر الإليه الله هو قدوس ما ينفعش إنسان يكون في خطيئة في محضره وبالتالي بما إن الله قدوس مهما أنا أعمل حسنات هيفضل سيئاتي أنا عملتها ولكن لا يخفى علينا أختراشها إنه كتير من أحباءنا المسلمين عندهم سوء فهم وأكيد يمكن أنت مريت في هاي التحدي والشكوك والتساؤلات الكثيرة التساؤلات مش غلط ولكن لما بشوف على الصفحة شخص بهاجم وبترد عليه وبتقنعيه بعدين برجع تاني يوم بهاجم بنفس الموضوع بتروع على صفحة تاني بتلاقيه بيحكي مع صفحة بنفس الله فهذا اندل على شيء بدل على زهن فاسد مش عاوز يعرف الحق ولكن عاوز فقط يخرب وبحسب ما يزعم إنه عم بيدمر الإيمان المسيح ولا يعرف قول المسيح صعب عليك أن ترفس مناخص خدي وقتك أختارش وبليز يعني حكي معنا طبعا اللي بيحاول إنه هو يدمر العقيدة يعني في مفهومه إنه هو بيحاول يدمر العقيدة المسيحية بإنه هو يهاجم العقيدة المسيحية ويحاول إنه هو يوصل للناس إن الإسلام هو الحل وهو الحل الوحيد وهو الطريق إلى الله ده بيبقى عنده مشكلة كبيرة ليه؟ لأن الصليب والقيامة في المفهوم الإسلامي طبعا إحنا تكلمنا عنهم كتير قوي يعني في حلقات مضت طبعا لو يرجع المشاهد الحلقات مع الأختراشة ممكن تشوف بعض من هذه الملحوظات ولكن في هذه الحلقة أنا عاوز نحكي أكتر عن أهمية القيامة وحتميتها يعني ليه مهمة بالنسبة لنا كمسيحيين؟ طيب أنا أحب أقول إن القيامة مهمة جدا ويعني شيء أساسي في عقديتنا المسيحية ليه؟ لأن الصليب أخذ المسيح لليه لكن في القيامة أعطاني لليه طبعا الصليب هو إعلان محبة الله لكن القيامة هي إعلان قوة الله ولو إحنا بنحاول نفورم أو نشكل النقطة دهية بحسب الفكر الإسلامي المسلمين بيحاولوا إن هم يلموا حسنات إحنا دلوقتي في وقت رمضان وبيحاولوا إن هم يجمعوا الحسنات الذي يذهبنا السيئات فهي ده الفكر الإسلامي إننا لو أخذت حسنات أكتر من السيئات هقدر أكون في محضر الله لكن دي طبعا كذبة كبيرة جدا جدا لأننا مهما حطيت ليه بقى؟ مهما حطيت حسنات علي أو أخذت حسنات فأنهم مش هيزيبوا السيئات ولا حاجة لأننا هفضل إنسان خاطئ وفي الطبيعة الفزدة لكن المسيح عمل إيه؟ أخذ السيئات بتاعتي وأعطاني قدسته أعطاني بره أعطاني صلاحه هو مصطلاحي أنا يعني أنا مش بعمل الحسنات عشان أقدر أكون فيه المحضر الإلهي أو أرضي الله أو أرضي الله لكن المسيح عمل العمل ده فعلا علشان أنا أقدر أكون فيه الحضرة الإلهية المحضر الإلهي الله هو قدوس ما ينفعش إنسان يكون فيه خطيئة فيه محضره وبالتالي بما إن الله قدوس مهما أنا أعمل حسنات هيفضل سيئاتي أنا عملتها آه يزهبنا السيئات لكن أنا لا أنكر إن أنا عملت السيئات دي في يوم الأيام ده عكس للمسيح بيعمله تماما المسيح بيمحي الخطايا بيمحيها تماما يعني لا يذكرها فيما بعد فهو محى خطيئنا الماضية والحاضرة والمستقبلة وكمان أعطانا حاجة اسمها رداء البر ربسنا رداء البر فالله بيرانا من خلال بر المسيح يعني إيه من خلال قداسة المسيح من خلال صلاح المسيح من خلال بر هو مش من خلال أعمالي أنا الصالحة اللي بعملها علشان أبرر نفسي موسيقى